اشتركوا في القناة خير للعبد من الزيادة في العبادة عند تعارضها ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من فضل العبادة أي أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن أفضل النوافل بعد الفرائض هي طلب العلم وطلب العلم فيه إزالة للجهل والعلم شجرة كل خير كما أن الجهل شجرة كل شر فما من مصلحة تدخل على العبد في دينه ودنياه إلا وهي مبنية على العلم وما من مفسدة تدخل على العبد في دينه ودنياه إلا وهي من آثار الجهل وثماره والعلم فيه الأجور العظيمة والمقامات الكريمة ففيه الرفعة لصاحبه إن لزم فيه ما شرع الله عز وجل يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفيه الأجور الكريمة إن أتى به صاحبه على الوجه الذي شرعه الله عز وجل ولو لم يرد في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يؤلمه كان له كأجر حاج تاما حجته لو لم يرد في ذلك إلا هذا الحديث لكفى بذلك حثا وتشجيعا على الانتظام في سلك طلب العلم وعلى أن يكون المسلم من طلاب العلم تعليما وتعلما في مجلس واحد إذا أخلص العبد لربه وذهب إلى المجلس لا يريد إلا أن يتعلم خيرا وعلما نافعا أو يعلم خيرا وعلما نافعا يقتب الله له أجر الحاج الذي تم له حجه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وكلما زاد العبد في هذا كلما عظم ثوابه ومن هنا فإن بدل العلم وتحصيله من الأمور التي ينبغي أن تهتم بها الأمة ولا تزال ترجو الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما رأيت العلم ظاهرا ورأيت العلم فاشيا ورأيت من هذه الأمة من ينتجبونا إلى طلب العلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة